السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل المتابع الكرام عانى من جمال زوجته الفنانة الشهيرة سهير فخري وجمالها أدخلوا مستشفى الأمراض العقلية بأمر المشير هنعرف تفاصيل المعاناة اللي عاناها المخرج محمد كامل حسن هو اسمه بالكامل محمد كامل حسن المحامي وكمان هو سيناريست وأديب ومؤلف سلمائي وإذاعي ومخرج ومنتج مصري ولد في 15 مارس 1915 ودرس بكلية الشرطة ثم بكلية الحقوق ليصبح محاميا ويعتبر محمد كامل حسن المحامي هو عميد القصة البوليسية المصرية وقدم في الإذاعة والسلمة العديد من القصة السائل البوليسية وتزوج من الفنانة سهير فخري وعاشوا معا حياة سعيدة إلى أن انقلبت حياتهم رأسا على عقب وتحولت حياتهم إلى جحيم منذ أن رأها سكرتير المشير عبد الحكيم عامر ويدعى عبد المنعم أبو زايد حيث رأها السكرتير سكرتير المشير عام 1965 أثناء كواليس فيلم أجازة صيف حيث حاول عبد المنعم أبو زايد سكرتير المشير بالتقرب منها وانبهر من جمالها وحين علم أبو زايد بأنها متزوجة من محمد كامل حسن المحامي والسيناريست طلب منه أن يطلقها لكنه رفض ثم تم القبض عليه بتهمة عدم سلامة كواه العقلية وأودعه بمستشفى الأمراض العقلية ثم أكبر الفنانة سهير فخري برفع قضية على زوجها لطلب الطلاق وذلك ما حدث بالفعل ثم تزوج منها وبدأ كشف خيوط اللعبة من مستندات الصرف المالي اللي تم العصور عليها في فيلة المشير عبد الحكيم عامر وفواتير مالية لأحد المستشفيات الأمراض العقلية وبها تقارير عن علاج المؤلف محمد كامل حسن المحامي وظل محمد حسن داخل مستشفى الأمراض العقلية أربع أعوام ليخرج منها عام 1969 حتى انتهى أمره في السجن قبل النكسة بأشهر قليلة حيث ألقى القبض عليه في أزمة علي شفيق وشمس بدران على رئاسة مكتب المشير وتم طرده إلى لبنان ومات هناك وأما عن سهير فخري فبعد النكسة عادت لمزاولة نشاطها الفني في فيلم الرجل الذي فقد أزله مع كمال الشناوي وده كان عام 1968 وخياط السيدات مع دريد لحام 1969 والاختيار مع سعاد حسني 1971 ورجل بلا ملامح مع نادية لطفي عام 1972 لكنها لم طلق نفس البريكة الذي شهادته سابقا فاعتزلت الفن نهائيا وسهير فخري هي والدة رجل الأعمال تامر استراف زوج الفنانة رانيا فريد شوقي ورحلت سهير فخري في 25 سبتمبر عام 2018 عن عمر يونيهز 75 عام بعد أن تركت بصمة فنية في أزهان الكثير من المستمين بتاريخ زمن الفن الجميل